بسم الله الرحمن الرحيم هل نتكلم في حلقة النهاردة إن شاء الله عن قصة بنت حاتم الأصم أولا حاتم الأصم من كبار الصالحين حن قلبه للحج في سنة من السنوات ولا يمتلك نفقة الحج ولا يسفره بل لا يجب الحج دون أن يضع نفقة للأبناء فلما أقبل الموعد رأته ابنته حزينا باكي وكان في البنت صلاح فقالت له ما يبكيك يا أبتاء قال الحج أقبل قالت وما لك لا تحج فقال النفقة قالت يرزقك الله قال ونفقتكم قالت يرزقنا الله قال لكن الأمر إلى أمك زهبت البنت لتذكر أمها وفي النهاية قالت له الأم والأبناء اذهب إلى الحي وسيرزقنا الله فترك لهم نفقة ثلاث أيام وزهب هو إلى الحي وليس معه ما يكفيه من المال فكان يمشي خلفه القافلة وفي أول الطريق لسعت عقرب رئيس القافلة فسأله من يقرأ عليه ويداويه فوجد حاتم فقرأ عليه فعافاه الله من سعته فقال رئيس القافلة نفقة الزهاب والإياب علي فقال اللهم هذا تدبيرك لي فأرني تدبيرك لأهل بيتي مرت الأيام السلاسة وانتهت النفقة عند الأبناء وبدأ الجوع يقرس فبدأوا بلوم البنت والبنت تضحك فقالوا ما يضحكك والجوع يوشك أن يخضي علينا فقالت أبونا هذا رزاق أم أكل رزق فقالوا أبونا رزاق فقالوا أبونا رزاق وإنما الرزاق هو الله فقالت أكل الرزق فقالت ذهب أكل الرزق وبكى الرزاق وهي تكلمهم إذ بالباب يطرق قالوا من بالباب فقال طارق إن أمير المؤمنين يستسقيقهم فملأت القرب بالماء وشرب الخليفة فوجد حلاوة بالماء لم يعدها من قبل فقال من أين أتيتم بالماء قالوا من بيت حاتب فقال نادوه لأجازيه فقالوا هو في الحج فخلع أمير المؤمنين منطقة وهي حزام من القماش الفاخر المرصع بالجواهر وقال هذه لهم ثم قال من كان له على يد بمعنى من يحبني قال من يحبني قال من يحبني فخلع كل الوزراء والتجار منطقهم لهم فتكومت المناطق فاشتراها أحد التجار بمال ملأ البيت زهبا يكفيهم حتى الموت وعاد المناطق إليهم فاشتروا الطعام وهم يضحكون فبكت البنت فقالت لها الأم أمرك عجيب يا ابنتي كنا نبكي من الجوع وأنت تضحكين أما وقت فرج الله علينا فمالك تبكين قالت البنت هذا المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضر ولا نفعا نظر إلينا نظرة عطف أغنتنا إلى الموت فكيف بمالك الملك أي يا أمه نظر إلينا ملك من ملوك الدنيا فأغنانا بالك يا أمه إن نظر إلينا الله ملك الملوك يل جلاله يا الله أتمنى رب العالمين أن تكونوا أستفدت من القصة هذه وأريو وسأل الله أن تكونوا أستفدت من هذه القصة وفي نهاية الحلقة أتمنى رب العالمين أن تكونوا أستفدتوا من هذه الحلقة أعزي المشاهد لا تنسونا من اشتراه في القناة وأعمل الله أكدل إيمانا والسلام عليكم والحمد لله وبركاته